اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استسمح لجميع المتتبعين القناة الجارية العربية لانني هذه الايام ما قدرش ندير فيديوهات كان عندي عمال يعني ما قدرش يعني ما قاشي الوقت وكيف ما تتعرفوا بان هذه القناة سرها مختصة غير في القوانين والمساعدة لوجه الله يعني ما عنا لا ربح وما عنا شهادة في ربحي اليوم في هذه الحلقة سنتحدث لكم على مجموعة هذه المواضيع مهمة جدا اولهم هو واحد التحديث هو طيبان بسيط ولكن ضروري كل انسان خاص يعرفه تحديث في شروط الصفر بالنسبة للاطفال الى المغرب كذلك سنتحدث عن إلغاء جواز الترقيح للصفر ابتداء من غدا نحن اليوم 31 مايو 2022 ابتداء من 1 يونيو 2022 سنتحدث عن جميع المسافرين من الصفر بجواز الترقيح لهذه الدول اللي سنقول لكم ان شاء الله في هذه الحلقة كذلك في الموضوع الثالث سنتحدث عن تحليل بسيط سنتحدث عن التصريح السيد بوريطا وزير الخارجية المغربي في البرلمان المغربي بخصوص عملية مرحبة وهنا قيلين بعض الأشياء اللي هو شرحها على أساس انه سيكون تسهيلات وتفسيطات في عملية مرحبة سوف نحاول ان نشاركو معاكم كل هذه المعلومات اذا ما تنبشوش بعيد بعد الفاصل سنواصل اذا اول شي كما تتشوفو حاليا يعني تم تحديد شروط الصفر للأطفال للذهاب الى المغرب يعني للناس المسافرين من أوروبا الى المغرب او ماشي غير من أوروبا من جميع دول العالم ماذا هو هذا الشرط يعني كيفما تتعرفوا الشروط الاولى يعني سوف نعودها لكم لكي الناس يعرفوها لكي لا يكونوا واحد الاختلاف ولا يكونوا واحد اللبس اول شي الناس اللي بغوا يسافرون للمغرب من جميع دول العالم الى المغرب لحد حدود ساعة قبل ما تبدأ عملية مرحبة لانهم سوف يكونوا بعض تغييرات وماشي قالوا قالها السيد بوريطا سوف نشوفها في هذه الحلقة اول شي بالنسبة للشروط هو يائما تكون عندك الجرعات بثلاثة اللي هم البوستر وهنا لا يوجد نهاية لهم ثاني حاجة إذا كان عندك الجرعات الثانية مخصص تكون فيتاء أربعة أشهر هنا تتكلموا على الناس البالغين يعني من 18 شهر فما فوق لا تتكلموا على الأطفال من بعد سوف نشرح لكم الأطفال إذا البالغين من 18 سنة فما فوق هذا إذا بغوا يدخلوا المغرب يائما تكون عندهم الجرعات الثالثة وما عندك مشكلة تكون فيتاءة 9 شهر أو 6 شهر من شهر 10 غير محددة الصلاحية ثاني حاجة بالنسبة للجرعات الثانية ما خصص تكون فيتاءة أربعة الأشهر إذا كانت فيتاءة أربعة الأشهر وانت عندك الإمكانية أن تدير الجرعات الثالثة ديرها ما كانش عندك الإمكانية سوف تكون فيتاءة أربعة الأشهر سوف تكون أربعة الأشهر بسالثة أربعة الأشهر هذا بالنسبة للناس الذين يريدون أن يمشون الذين يريدون أن يمشون ولو تكون فاتت على حتى ستشهر ولا ستشهر راها صالحة وهنا كما تشوفوا هاي في الموقع الرسمي ذي المكتب الوطني للمطارات ماشي انا لتنقولها ولكن هاي هنا والناس اللي ممرتاحش من الخبر يقدر ياخذ هاد المطبوع هنا ويديه معاه لا لقيت شي واحد بعد المرات يجتهد من نفسه ربما هو ما عندوش تحديث للأخبار او ربما هو بغي يجتهد انت معلك الا اطباعة بورقة وصير والرهالي يعني را قانونيا وما يقدرش يتكلم معك ولا ما بغاش عاية على المسؤول دياله يعني هنا را حق ديالك مشروع بلا فوضى ولا اي شي كذلك بالنسبة للوليدات اللي اقل من 12 سنة راهم معفيين لا جرعة ولا اي شي غراجعوا الوليدات اللي عندهم من 12 سنة الى 18 الى ما كانش عندهم الجرعة التانية هنا شنو خاصوه ضروري خاصوه يدير بي سي ار صالح لمدة 12 ساعة اما اللي عندهم جرعة تانية غير محدودة يعني الصلاحية هذا بالنسبة للخبر الاول ديال تجديد شروط الصفر الى المغرب هنا غد نرجعو للخبر التاني اللي هو مهم يعني تذل علاقين واحدة انفراجات كبيرة بانه راه مجموعة كبيرة ديال الدول ديالتحاد الاوروبي اعفات المسافرين من اي شي اش نو اي شي لا جو استرقيح ولا بي سي ار ولا تاس رابيد ولا اي شي ابتداء من غده كل هذه الدول اللي مغاليش نقول راه مسموح انك تدخل لهم بدون جو استرقيح وبدون اي شي يعني لا بي سي ار ولا اي شي ومنهم ايطاليا يعني ابتداء من غده ايطاليا اعفات المواطنين ديالها انهم مواطنين او مقيمين اللي جاي داخل من اي دولة لا اتكلم على المغرب فقط اتكلم على اي دولة بغاية دخل لايطاليا سواء سياحة سواء اقامة سواء عنده جنسية سواء جاي من اوروبا او من خارج اوروبا او من امريكا ما محديش وهنا غادي نوريكم يعني من الموقع الرسمي ديال وزارة الصحة كما تنعودكم ما تنجيبش الاخبار من لا شي اذا هنا كما تشوفو هذا ايطاليا ومن بعد غادي نوريكم الدول الاخرى هنا قال لك لان هنا حالة الطوارئ في ايطاليا كانت الى حدود 31 هنا لم يتم تجديد اي شي يعني الامور مزيانة الامور غاية مزيان ما كان حتى شي اشكالية اللي بغا يدخل لا اتكلم على اللي بغا يسافر المغرب هذا اكرا قلت لكم الشورط الاولى وراها بقى سارية المفعول اما بالنسبة اللي بغا يدخل ايطاليا او اللي بغا يدخل الهولندا او بغا يدخل النامسا او كل الدول اش كنا هما الدول اللي مازال فاردين جواز تلقيه هما اربعة فقط يعني هادو على اساس باش تعرفوا اشنا هما جديد القوانين يعني رابتداء من غدا كل هاد الدول اللي مغا نقول لكمش راها تدخل لها بدون جواز تلقيه ش كنا هما اللي باقين فاردين هما الاربع دول للأسف ولا كيرا ان شاء الله حتى هما في قريب الايام غا يحيدوا ش كنا هما اول دولة هي المانيا وفرنسا اسبانيا والبرتغال هادو بربعة راه يلا بغا يدخل لهم من اي دولة ماشي غير من المغرب راه ضرور يكون عندك جواز تلقيه او التاست بي سي ار او التاست ارابي هادو واحد من الاثنين ضرور يكون عندك باش تدخل هاد الدول اللي هما اربع عاودهم المانيا اسبانيا البرتغال وفرنسا من غير هادو الاربع دول جميع دول الاتحاد الاوروبي تدخل لهم بدون جواز تلقيه يعني هادو معممه على الجميع بدون اشكالية وهنا تنتمنوا اننا نكون وضحناها الاخوان حاجة مهمة واحدة نقطة بغا ينضيفها بالنسبة للناس اللي بغاوا يجيوا من المغرب واللي عنده الجرعة التانية ودار الجرعة التالتة بالنسبة لبعض الدول راه تطلبوا انك تكون فوقت 14 يوم من بعض الجرعة التانية ولكن لا اتكلم على ايطاليا ايطاليا انتهى الكلام كل الدول اخرى انتهى الكلام الا بعد هذه الاربع الدول اللي اذكرت اللي هما فرنسا المانيا واسبانيا والبرتغال هذو اللي باقين فاردين وراه غير فرضو عليكم يعني اذا كان عندك الجواز تلقيه التاني ضروري لدرتي التالي تكون فاتت عليها 14 يوم او بس ار او بس ار او بس ار او بس رابي يعني ارى الامور واضحة جدا اهنا غد اندرزوا الموضوع الثالث اشنا هو الموضوع الثالث هو الذي يخص هذا التصريح اللي قام به يعني او المسائلة يعني طرحوا عليه سؤال في البرلمان السيد بوريطا وزير الخارجي المغربي بخصوص عملية مرحبة وقالوا لي ام تذهب عملية مرحبة تتقولوا مرحبة ولحد الساعة مازال ما محدنش وفي الجواب ديالو حتى هو راه جاوب بذكاء علاش لانه مقدرش يقول ام تا مرحبة لانه ربما مازال واش مازال ان كان اشكاليات واش مازال ان كان اكراهات اخرى الذي اكد السيد الوزير اشنا هو هو انه راه عملت مرحبة قال بان راه جلالة المالك يحب الجالية المغربية وهو راه الاولاد ديالو اولاد الوطن وراء غادي تساعد معاهم على اساس غادي يكونوا مفاجآت اشنا هما الله اعلم واظن انتمنوا انها تكون نفس الشيء لذي السنة اللي فاتت كما قلنا على اساس انه يكونوا تخفيضات في الطائرة لان راه بصراحة ذاك الشي اللي انجح فيه المغرب السنة اللي فاتت وخصوصا للروياء الخطوط المالكي المغربية راه منجح فيه اي شركة اخرى تنتمنوا ان هات السنة تعادل الامور باللسبة اللي عملت مرحبا ما حدش هو الخبر على حسب الكلام ديال الصحف ماشي رسمي انه غادي تكون ابتداء من 15 شهر الساق ولكن لحد اليوم 31 ماي 2022 ما كنشي خبر رسمي اللي رسمي هو هاتشي اللي قال سيد بوريطاق قال بانه غادي يكون تعبئة البواخر كثيرة ولكن راه البواخر لا تكفي لانه قال بانه 95% من البواخر ستكون ما بين اسبانيا والمغرب اذا هنا في هذا المجال سنشير واحد النقطة الاخوان كما كنت درت لكم في الحلقة السابقة تقريبا شهر هذا بخصوص الصفر من تشيفي طباقيا الى برشلونة يعني وحطيت لكم التذاكير في وقتها كانوا ب 400 اورو ذهابوا عودة للغرفة وانا هذي رسلين وتستعملها تشيفي طباقيا عادي بدون اي مشكلة فيما كنت نمشي تنزل برشلونة ومن بعد يا اما تكمل يا اما تدير باخرة اخرى من اسبانيا الجميل في الموضوع ان بعد تصريح دير السيد وزير يعني انه غادي يكون 95% من الرحالات البحرية من اسبانيا يعني في عملية مرحبا ما تحلموش بانه غا تكون شبا واخر اخرى من ايطاليا يعني رقينا غير القراندي نافي روصلات 40000-40000 ارقام خيالية يعني الناس اللي بغاي عبؤوا يعني على اساس انهم يمشيوا سواء يوجدوا روثهم يمشيوا في الطائرة ورقينا مجموعة من الطائرات اللي تقدر تمشي معهم ولكن الاتمينة مازال غالية ساعة تستنى واحد شوية او عن طريق البواخر لمثلا فرنسا شوية على الاقل كينا مرسيليا وكينا سات يعني كينا بعض الخطوط اضافية اما ايطاليا خط واحد ولا اظن يعني على حسب تصريح الوزير لا اظن انهم سيزيدوا شي خط تاني اذا الناس اللي الايطاليا يحاولوا يشوفوا يستافذوا يا اما يمشيوا الناس اللي قراب اللي في الشمال يمشيوا عن طريق فرنسا اللي كينا سات وكينا مرسيليا او يعني تما سيكون على الاقل كينا نوح شوية الاسعار ارخص من ايطاليا يعني ما نقولك سالخيصة ولكن احتيار كين 2500 و 2600 مقارنة مع 4000 أورو 1400 و 1400 و 1300 ارقام خيالية اذا تمشيوا التشابطة بها ومن ثم راح اللي بغي يرجع للحلقة راديرها ومن بعد ان شاء الله من اللي سيكون واحد تحديثة سنعود لكم حلقة اخرى على اساس انه راح ستنزل في برشلونة مدام كينة 95% ذي الرحلة يعني غتكون اضافات اخرى في اسطانيا هنا نحاول نشوف اقرب مدينة اللي تكون من تسنوش الخزيرات علش لان الخزيرات بمسافة 1200 كيلومتر ممكن تكون عيب على الناس اللي ما عندهم سيارة جيدة كينين من مدن اخرى تقدر تكون من بالانسيات يعني هما مدن اخرى مالاقا نتسنو هادي الايام يعني ايام معدودة وحاجة مهمة اللي بغينا نوصلها لكم ركين واحد الاعلان من طرف الطانجة المتوسط وكذلك من طرف ماشي طانجة المتوسط يعني من طرف واحد الجانيدة رسمية اسبانية تتقول بانه راه اي مسافر اللي ما عندوش تذكرة السفر ما غاديش يقدر يدخل البور الميناء في اسبانيا يعني اي لمشيت انت الميناء وغا تقول ان وصلت ما وندخل وكما كنا موال فين وتتحط السيارة في الجزائر الخزيرات ولا تحطها في طريفة وتتحط وتمشي تقطع راه ما يدخلوك للبور تتكون مقطع وربما انت غا توصلت ما ونصيب البيئة عامرين تقدر تصنى نهار ويومين هم على جدال انهات شيء لتفادي التزاحم على اساس انك انت اي لا بغيت تمشي قطع اونلاين يعني هذيك الارجونس اللي غا تقطع لك مثلا انت غاديم تشافة بيكي وتنزل برشلونة خلا تقطع لك في نفس تحسب ذلك المسافة وتقطع لك ديرها بالمسافة بالارتياحية وتقطع لك على اساس الخزيرات المغري الطانجة وكذلك شو انت المدينة اللي بغيت تمشي منها اذا انا انصح الناس دائما يحاول يبحث ويتسنى جديد الاخبار لانه هورا كينين اشياء اخرى ان شاء الله جديدة غادي تكون واحنا معاكم دائما في الحلقات القادمة تنحاول نجتهد انني نحاول ندير فيديو تومية ولكن بحكم ظروف العمل وان شاء الله باذن الله كما واعدت بعض الاصدقاء وبعض الاخوان غادي نواعد احتى المتتبعين دي القناة الجرية العربية على اساس انه غادي ندير واحد القناة التانية خاصة بالتجارة غادي نوضح لكم فيها اشنا هي التجارة لتندير وغادي نعاول الناس اللي يبغى ساب الله دائما نراه بالمجان على اساس اللي يبغى ينشأ شاركة تجارية سواء دي اللامبور اكسبور او احتى شاركة في داخل ايطاليا انا غادي نحاول ان تكلم على ايطاليا لانه بحكم انني في ايطاليا وعارف القوانين في ايطاليا ولكن غادي نزيد نفيدكم في اشياء اخرى الناس اللي يبغى ويشريوا السلعى الناس اللي يبغى وديروا اشياء اخرى ان شاء الله ومفاجأات كثيرة اللي غا تحاولوا تستافدوا مع قناة الجديدة اللي غادي نعطيكم الاسم دي اللي ان شاء الله في قريب الايام وغادي يكون اشياء دائما جديدة اللي غادي تفيد الناس بكثرة وما تنسو ناش بالضغط على اشتراك وتفعيل جرس وبارتاجي والفيديو مع الاخوان الاخوات لكي تعمل فائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته